اشتركوا في القناة وقال الحمد لله في احد البرامج التلفزية حيث قال انه وصل بعرض من احد الاندي الكبيرة بالدور الايطالي وقال الحمد لله لقناة ميديان تيفي ان فريقا ايطاليا كبيرا تقدم له بعرض فاجأة وهو الان مطريط لا يرغب في اتخاذ اي قرار الى حين اجراء انتخابات مجلس الادارة بالنادي المصر وتابع هداف الدوري السعودي انه بغض النظر عن الفريق الكبير الذي ينشطه في الدرجة الاولى من الكاتشو فان اندية اخرى تقدمت بعروض ماده ضخمة الا انه لا يفكر في مغادرة مصر الذي منحه الثقة ليظهر امكانياته واصلة لما هو عليه الان ولم ينكر الحمد لله حلم احتراف الدوري باجزيز يوم النار والسير على خطن نجم محمد صلاح الذي بدأ من السفر الى ان بلغ القمة واصبح من بين ثلاثة الكبار في العالم بالموازث مع الاحداث التي شهدها ملع عبرادس في نهاية اصفر الابطال في خريطية بين الترجي الرياضي والوداد البضاوي يراج الان فيديو يوثق اشتغال تقنية الفار قبل بداية المقابلة وكان الوداد قد رفض اكمال مباراة الى ان يتم الاحتكام لتقنية الفار في الهدف الذي رفضه الحكم باكاري قاسامان والتي تبين انها كانت معطلة طوال المباراة يقرر الفريق الاحمر عدم لعب للقاء الذي انطلق في 31 مايو وسينتهي في فاتح يونيون واعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن فوز الترجي بلقب دوري ابطال افريقيا في ليلة ستبقى رصمة عار على الكاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العربية على كتابة تدوينة في احد مواقع التواصل الاجتماعي على اهانة المغرب ملكا وشابا حيث قال دي اليوم عندما تتحدث مع اي مغربي سيقول لك ان بطولة امم افريقيا التي فازت بها تونس على حساب المغرب عام 2004 كانت هدية من الملك المغربي لزن العبيدين الان يقولون ان قرار منح الترجي بطولة ابطال افريقيا كان لأسباب امنية القرقوب المغربي احسن سلع في العالم وبذلك يستمر مسلسل الخط تونسي الذي احبك خطوط مؤامر ورط فيها حكاما افارقة ابتدأت في مسرحية مباراة الدهاب بالرباب وتابعنا الفصل الثاني من المسرحية بملعب رادس بتونس الصحفي بدل ان يدين الغدر بالفارق المغربي في بلده دفاعا عن شرف وطن وانتصارا للعب المظيف فضل ان يكون جزءا من مسرحية الغدر AN 컨 المتصم انقلاق انسي총 انقلاق انر انقلاق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة